فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية كذلك نهي عن الوصل بين الصلاتين صلاة الفريضة وصلاة النافلة فإذا سلم الإنسان من الفريضة فلا يقوم على طول ويأتي بالنافلة كما يفعل بعض الجهال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل صلاة بصلاة حتى يقوم أو يتكلم فهذا كله من أجل تميز العبادات وبقائها على صورتها وأن لا يدخلها تغيير أو زيادة